بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض نحل اكسرسيز 2 او التشوز اللي في اكسرسيز 2 عندك 3 بارتز في الكوزق ده عشان عندك 3 كوستنز فيهم تشوز اول واحد هيبقى نومبر اتين اللي احنا هنحلله في البرت الاولاني ده وفيه بارتين هيننزل لك بعد كده اللي هو كوستن نومبر 29 وكوستن نومبر 36 طيب هنبدأ ببارت وان اللي هو في كوستن نومبر اتين هيبقى في كم سؤال تشوز 19 نبدأ باول واحد واول واحد يقول يعني توزة هورزنطل ارسلم كده يعني انا هذه ايه? طيب وبعدين طيب وهو على بسيطة. انا ما بشتغلش بالسيكس دي انا بشتغل بالايه بال بتاعته. يبقى سيكس ساين و سيكس مين سيكس كوزين طيب فيه اه طب هو بيقول لك هتبقى يعني بسبب اللي ويت واحدو فبالتالي حتبقى فين لفوق? مين هي ميو اس اف ار؟ بقل عليها ايه? اللي هي لونيس فريكشن فورس طب اللي هي ال�estar f او نقدر نكتبها ميو اس في ار اا awhile chim six sign طب هي الفس كلها على بعض او اللي س كلها على بعضهم دهلك بكم سري روت سري اللي هي روت سري اتبقى السين بتاعتك ايقوال كام سری سري اوفر سيكس اللي هي روت سري افور تو يبقى الـ shift sign الكلام ده sign inverse root 3 over 2 اللي هو هتتلع بكيام ب60 يبقى اللي تشويز صحي بتاعنا هو number C question number 2 بيقول لك الـ body dot حتى على place the inclined plane and the angle of friction between the body and the plane equal lambda and the plane mix and angle of measure theta as in the body is in equilibrium if and only if طيب هو الـ equilibrium كم حالة حالتين والله يا اما اللمضة اكبر من سيتا ده احنا كنا بنقول عليها ان هو الـ body at rest ده طبعا لو هو محدود على inclined plane بسبب الـ weight بتاعه بس at rest بس not about to move صح? طيب لما كنا بنقول السيتا equal lambda كان بيبقى اي about to move بس احنا كنا بنقول عليها about to slide لان بسبب الـ weight لوحده فينزل لتحت طيب مش الـ about to slide دي او طيب في نفس الحالة بتاعت الاكوليبريم طيب لما كمان اللمضة greater than theta كان اترست بس مش اي about to move مش دي في الاكوليبريم يبقى الاكوليبريم يتضمن الحالتين دول يبقى اللمضة لازم تبقى greater than or equal theta فييبقى الـ choice بتاعنا صح هو number c question number 3 بيقول لك الـ body that placed على rough inclined plane it makes an angle of measure theta to a to horizontal the coefficient of static friction between the body and the plane equal root 3 over 3 if the body is in equilibrium on the plane zin zin a انت لسه اي لها السؤال اللي فات يعني لازم ترجع لسؤال question number 2 اكوليبريم يعني اللمضة لازم تبقى greater than or equal لان لو هي equal هتبقى about to slide ما هو برضو في اي about to slide يعني برضو اكوليبريم يبقى اللمضة greater than مين? السيتا عايز تكتبها كده ماشي عايز تكتبها كده ماشي هي هي ما هو في الحالتين برضو اللمضة greater than or equal theta طيب هو مش ميديك ميو اس? حلو ميو اس هي مين? هي تاني لمضة equal cam root 3 over 3 لو انا عايز اللمضة شافت تاني الرقم ده اللي هو كام root 3 over 3 تحسب اللمضة هتلاحيها ب30 يبقى c 3 than or equal 30 او تقول ان 30 greater than or equal c هي 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 فيبقى اللمضة الصح هو number c question number 4 بيقول الكون 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 يبقى ده ميو اس حلو بيقول لك is in the measure of inclination angle of the plane to the horizontal when the body is about to slide under effect of its weight طب under effect of its weight يعني اللمضة equal c عشان يبقى about to slide طب اجيب اللمضة منين? هتكتب تاني ميو اس equal 10 مين تان لمضة اللي هي كام root 3 فانت هتقولي انا عايز لمضة لوحدها فهاقول لك shift 10 root 3 يطلع اللمضة بكام 60 طب واللمضة equal cita يبقى cita كمان هي بكام 60 تمام فالتشاهد الصحة بتاعك برضو هيبقى c question number 5 بيقول لك is placed على rough inclined plane mix and angle of measure السين بتاعتها ب 5 over a 13 هو كتبها لك ايه sine inverse 5 over 13 ما هي دي كده مين السيتا يعني السين بتاع السيتا equal 5 over 13 احنا كنا منا نتتفق مع بعض اللي احنا هننسمى triangle triangle right angle triangle add sita sign يعني ايه opposite على تجيب هيطلع يبقى كمان بتاعتك هتبقى equal cam 12 over 13 ولو انا عايز التاند بتاع السيتا هتبقى equal opposite على يبقى تمام تعال بقى نشوف السؤال عايز ايه تكملته بيقول لك معنى الجملة دي يعني ايه اللمضة equal سيتا حلو بيقول لك يبقى ميو اس equal تان لمضة طب مش اللمضة equal سيتا لانك بسبب الويت بس يبقى تشيل اللمضة وتحط سيتا يبقى هي هي تاني سيتا وتاني سيتا تجيبها من التي انت عملته بسبب المعلومة بتاعت السين يبقى opposite على adjacent يبقى ده 5 over 12 تمام؟ حلو يبقى الصحة بتاعنا هو number b question number 6 بيقول لك in the opposite figure the body is about to slide down اه مفيش فورس يبقى بسبب مين بسبب اللي ايه الويت لوحده طيب بش دي الانجل of inclination بتاع الانكلان ديبلينا على horizontal حلو وبسبب اللي هو عايز يبقى about to slide downward يبقى بسبب الويت فبيقول لك هات coefficient of static اللي هو الميو اس اللي هو تاني لمضة طب انت about to slide بسبب اللويت لوحده يبقى اللمضة equal سيتا طيب حلو او يبقى الميو اس بتاعتك بدل ما هكتبها انها تاني لمضة هكتبها تاني سيتا من حقي عشان اللمضة equal سيتا طيب التاني ايه opposite على adjacent صح كده طيب ال right angle triangle قدامك مش ال length بتاع ten meter وال height six meter بيثاجرس هتطلع البازل اللي هنا دي هي ايه طيب التاني equal opposite اللي هي six over adjacent اللي هي ال eight يطلع كام three over four فيبقى اللي تشويل الصح بتاعنا هو سي question number seven بيقول لك body is placed على rough plane inclined horizontal angle equal the measure of friction حلو زنزة body مالو بسبب اللي ويت له واحده هيبقى about to slide طب تعال نقرأ اول واحد بيقول لك at rest تمام on the plane not about to move لا البادي لو حطيته الواحده كده من غير ما اكتع ليه بأي فرصة هيبقى about to slide down طب هل هيبقى moves موفز ده لو في حالة مين السيتا اكبر من اللمضة وهنا يبقى وبالنسبة ل choice number one لما يبقى trust بس مش about move يبقى اللمضة اكبر من السيتا طب لو هو about move downward زبلين يبقى المفروض ان اللمضة equal theta بسبب اللي ويت له واحده هل بيبقى يقول لك about move upward upward ده لو انا جبت فرصة بتاكت عليه اصلا ازاي هذا يطل على واحده هو ليه هيبقى about to slide down لان اللي بيشده لتحت هي component بتاعت الويت اللي هي w a sine theta طيب يبقى اللي اختيار الصح بتاعك هو ايه lambda equal theta يعني هيبقى about to slide او about move downward ورد على ال plane يبقى طب تعالى كده نسبتها يعني انا حاطت على ال horizontal ودي الويت حلو كده هشتب عليه ليه هحط resolution بتاعه ال component اللي هي w sine هحط طب هو عايز يبقى about to slide بسبب الويت لوحده يعني نفس يتحرك لتحت يبقى ميو اس في r انها التانية عكس والر ده هو normal reaction طب ال r equal w cosine انت في حالة equilibrium ويمين equal شمال يبقى ميو اس في r equal w sine طيب الميو اس بتاعتك هي 2 لامضة طب والر هي w cosine لو عملت divide على w هتروح يبقى 2 لامضة وما ال cosine اللي جنب ال tan هتروح فين هتروح الناحية التانية divide تبقى sine over cosine equal tan theta يبقى مدام tan theta equal tan lambda يبقى theta equal lambda بس هو ده كده كبروف يعني برضه عشان ايه تبقى مجمع معي طيب question number 8 بيقول لك body is placed على inclined rough being angle cam 60 مع ال horizontal و coefficient of static of friction between the body and the brain equal root 3 over 6 زين ذا body ماله يبقى لازم اتقرر ما بين theta وال lambda بدام هوا محطوط على inclined plane بسبب الوط لوحده يبقى اتقرر ان theta بال lambda هي theta equal cam مدهاني ب60 طب والميو اس الميو اس هي مين هي تان لمضة مديني الميو اس بكام بroot 3 over 6 طب حسب لي اللمضة shift 2 روت 3 over 6 تعال نشوف هي بكام هتطلع معك بكام 16.1 degree تقريب حل و قوي طيب يبقى اللمضة equal 16.1 degree و السيتا فوقها هي بكام ب60 يبقى مين اكبر يبقى السيتا greater than اللمضة يبقى الباضي حيحصل له ايه اول ما يتحط على inclined plane مش about to move يعني هيتحرك على طول اللي تحت يبقى on the plane يبقى choice number c هو الاختيار الصح امتى يبقى about to move لما كانت اللمضة اكبر من السيتا امتى يبقى remain at rest بس مش about to move لما اللمضة اكبر من السيتا تمام اهه question number 9 بيقولك 4 kg دي كده الماس body is placed على rough inclined plane mixing angle of measure equal 30 with horizontal and the coefficient of friction between the body and the plane equal root 3 over 2 يبقى الميو اس اللي هي تان لمضة equal root 3 over 2 هات اللمضة كده shift 10 لمين root 3 over 2 يبقى اللمضة اكوال كام هتبقى اكوال تقريبا 40 point كام اه 9 دي جري طب انا ليه ما بحولهاش دي جري ومنت وسكند انا بس عايز اقارن ما بينها وما بين السيتا هم مدين السيتا بكام يبقى مين اكبر اللمضة ولا السيتا يبقى اللمضة greater than السيتا في الحالة دي لو كان البادي محطوط على كنت بقول لي ان هو بس about to move او about to slide تمام فالchoice صحة هو هي يبقى كام دي طيب انا دي حالة لوحدها انما لو كان بسبب الويت لوحده يبقى lambda equal set لو اللمضة اكبر من سيتا يبقى تريست ونطق about to move بسبب الويت لوحده برضه طب لو السيتا اكبر من اللمضة يبقى sliding هحط فرس الكلام ده بقى نشوف هيحصل في ايه بالتغيرات اللي بيقول عليها انما الكلام ده كله يعني الاسئلة دي كلها العشرة اسئلة دي من غير اي فرسة ما تحطت على البادي تمام يا شباب طيب when the inclination angle حلو to the horizontal is increased يعني انا ايه في الاول قلت لك ان اللمضة equal seta لما قال لي ان البادي تحط على inclined plane وبقى about to slide اللي حصل هتخلي السيتا ايه تزيد هتخلي السيتا تزيد البادي هيبقى move downward طبيعي لان ساعتها السيتا تبقى اكبر من اللمضة ساعتها ان السيتا تبقى اكبر من اللمضة انتقلت الحاجة اسمها ايه كايناتيك friction force at this moment equal came هي مش ايكل هي هو عايزها تبقى اي حصلها ايه هل vanished ولا increased ولا decreased بص انتها لما كبرت السيتا ايه اللي حصل بقيت السيتا اكبر من اللمضة فا ايه اللي حصل فحصل sliding تمام يعني ايه يعني moving يعني انتقلت الحاجة اسمها ايه kinetic friction friction force يعني friction force ستبقى موجودة بس دي friction force اثناء الموشن فبنسميها kinetic friction force اللي هي ال fk واحنا عارفين ال fk less than fs اللي هي limiting friction force فال friction force بتاعت ال kinetic هتبقى اقل من بتاعت ال static فلما يحصل moving friction force ايه هتقل تمام وبالمناسبة برضو ان ال fk دي هتبقى اسمها mu k في normal reaction mu k هو coefficient of kinetic friction وبالتالي يبقى mu k دايما برضو المين المواس تمام شباب فهيبقى صح هو number b طيب number eleven اه عشرين واحد وعشرين بيقولك بلسد على رف بلين اه هستنتج ايه بسبب ان هو هيبقى بسبب الويت لواحده يبقى اللمضة سيتا يبقى كمال اللمضة هتبقى نفس السيتا طيب حلو قوي بيقولك اللي هو مين اللي هي مين اللي هي عايز تجيبي الكلام ده هتجيبه ازاي والله اول حاجة انا عارف ان ومن حق اشيل اللمضة وحط مكانها سيتا اللي اتنين بعض يبقى ده يبقى طيب ايه تاني الار الار ده هجيبه ازاي اول حاجة مش انت الار ده هو حلو الويت هل بشتغل بيه لا اشتب عليه كده وهعمله يبقى هنا وهنا هيبقى ايه اللي هي كام حلو قوي لو انت عايز تحسب ال يبقى 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 ان الاف اس ايكوال ايتي ايت ساين سكستي احسب الكلام ده كده بالكالكولياتور هيطلع لك فورتي فور روت سري نيوتن كده في خط واحد يبقى اللي تشوي الصحة هو نمبر بي عايز تحلها كده او كده تماما لا في قصن نمبر او بيقول لك بودي او كده ايكوال تن نيوتن اس بليز ده على راف بلين انكليند على الهوريزونتال اه ان انجل او مجور ايكوال سيت طيب البي ايه ايه تموف ايه 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 هيتحرر مساوي اللي ويت لوحده يبقى هيبقى ايه طيب يبقى طيب حلو حلو يعني نقلي نفس الماتيريال وتحط على نفس البلين يعني نفس الرافنس يبقى الميو اس واحدة لكن اللي اختلف الويت هو اللي اختلف زي ازا ساكن بادي ويل ايه فهيبقى عبود تموف برضو فهيبقى ايه طب ازاي تعالى بقى نشوف تعالى عم ارسم الرسمة بتاعتك بس لما كان الويت بتن ومش هكتب التن لتحت اعمل ايه بكتبها تن ساين سيتا وهنا ايه تن كوزين والنحية التانية فيه نور مرأكش هسمي ارون مش دا كده ابوة تموف يبقى هنا ميو اس في مين في ارون اول حاجة الارون هتبقى ايقوال تن كوزين ماشي وبعدين التن ساين هتبقى ايقوال ميو اس في ارون طيب يعني تن ساين ايقوال ميو اس في ارون اللي هي كام تن كوزين سيتا يعني من الاخر التن هتروح مع التن ودي كوزين ناحية التانية يبقى تن سيتا ايقوال تن لمضا يبقى السيتا ايقوال لمضا اكتشفت حاجة انها ملهاش دعوة بالويت ليه لانك لما جت في الخطوة هنا رحت امطير الويت ففي الاول والاخر مقدم السيتا ايقوال لمضا خلاص طب هل اللمضا اختلفت لا ليه لان انا البادي معمول من نفس الماتريات وتحط على نفس يعني نفس الرافنس فبالتالي ليه نفس يعني ليه نفس التن لمضا يعني ليه نفس اللمضا واللمضا هتبقى طب انا مش مصدقك اعملها اعملها مرة كمان بس للويت الجديد ها اه ده هيبقى سيتا وده البادي الجديد اهو بس الويت بكام قلنا يبقى ده ساين وده بس هاسمي لان الويت اختلف يبقى كوزين سيتا برضو يبقى نحط تانية مين ميو اس في ار تو الميو اس اختلفت لا سم ماتريل للبادي وسم بلين يعني نفس الرافنس يبقى الار تو عندك هنا هتاقوال كام توينتي كوزين سيتا طيب وايه تاني سيتا هتبقى ميو اس في ار تو وار تو اقوال توينتي كوزين سيتا شفت برضو الويت هيروح مع الويت وهتودي الكوزين الناحط تانية بالديفايد يبقى تان سيتا اقوال ايه الميو اس اللي هي مين تان اللمضة تبقى اللمضة يعني في الحالتين ما فيش اي تغير ما خلاص صح كده فانت مهما غيرت الويت ما دم ليه نفس المتاريال وتحط على نفس البلاين يعني نفس الميو اس فبالتالي هيبقى عبوتو ايه تمام يبقى ده سؤال نمبر ايه طيب سؤال نمبر سيرتين بيقول لك ان the opposite figure a five kilogram a body is placed على راف انكلييند بلين كونكتوز لايت سترين بس رو اوفر سموث بولي طيب والاتج التانية تعلق فيها vertically six kilogram طيب افزا system in equilibrium الاكوليبريم بس ولا about to move ولا فاستنى بقى نشوف الحكاية فبيقول زينزا مجنيتود and direction of the friction force هو اكوليبريم بقى لا about to move about to slide معرفش ما قالش حلو كده يبقى هو بس سأل انها اكوليبريم طيب اول حاجة دي اسموز بولي فيبقى attention هنا اد attention هنا طيب الويت بتاع سكس كيلو جرام هيبقى سكس كيلو جرام ويت عشان انت بتعامل مع ويت طيب وده هيبقى down word five كيلو جرام ويت صح بس انا هشتب عليه ليه لانك هتعمله واحد اسمه five sign 30 والتاني هيبقى five cosine 30 حلو وفي normal reaction طيب لو انا بتعامل مع البادي اللي هو اسمو سكس كيلو جرام مش التنشن اكول سكس كيلو جرام ويت يبقى ده سكس كيلو جرام ويت طيب لو انا بتعامل مع البادي التاني اللي هو ايه five كيلو جرام ها يبقى اللي هو normal reaction equal five cosine 30 اللي هو كام five root three over two اليونت بالكيلو جرام ويت طيب بعد كده التنشن هيبقى equal five sine 30 طيب انت لسه مطلع التنشن بكام بسكس اكول آآ five sine 30 لأ انت في حاجة نستها انه هيبقى about ايه آآ سوري هيبقى اكوليبريم طيب مش التنشن بسكس طيب احسب كده five sine 30 بكم هيبقى five over two يعني كام two point five آآ مش انت اكوليبريم يعني مفروض لو كان هو اكوليبريم كده وما فيش فريكشن فورس فانت التنشن تبقى equal five sine 30 بس حسبنا التنشن لقينا بسكس حسبنا الفريكشن فورسة فين تحت عرفت منين انها هي تحت لانها لازم التنشن هنا يبقى equal five sine 30 بس هما مش اكول five sine 30 هي اللي قال يعني من الاخر قرنت قرنت ما مين 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 التنشن والدابلو ساين اي سي اللي هي five sine 30 طلع مين اكبر التنشن فبالتالي الفريكشن فورسة هيبقى لتحت طيب هتروح مزود على ده يبقى الفايف ساين سيرتي اكوا كام تو بوينت فايف زي ما احنا قلنا يبقى الفريكشن فورس اهي ودي التو بوينت فايف الناحية التانية يبقى الفريكشن فورس اكول سري بوينت فايف حلو كيلو جراموية يبقى سري بوينت فايف سري بوينت فايف عبر ولا داو نورد لأ لما قررنا التنشن بالدابلو ساين عرفنا انها هتبقى فيبقى الصح هو نمبر بي طيب اول حاجة بيقول ايه سلايدز داون دا مش قبوتو سلايد هو قالك فجأة بقى سلايدز داون يعني حصل له سلايدنج يعني تحرك تزحلق لتحت معنى كده ان اللمضة اكبر سوري ان السيتا اكبر من اللمضة السيتا اكبر منين من اللمضة طيب مدام السيتا اكبر من اللمضة هي اللمضة بكام بسيرتي يبقى السيرتي اكبر من اللمضة طيب خد تان للبوس سايد يبقى تان سيرتي جريتر زين تان للمضة تان سيرتي بكام يا اما تكتبها وان اوفر روت سري يا اما تكتبها روت سري اوفر سري جريتر زين تان للمضة مش اقدر اشيلها وحط ميو اس يبقى يبقى ميو اس لزان روت سري اوفر سري يبقى ميو اس لزان ولا لا للزن. طبعا امتى كان يبقى كليت كليتر زان لما كانت تبقى لما كانت تبقى اللامضة كريتر زان السي تا لما كان ما كانت تبقى طيب امتى الانجل اخرى لما اللامضة Long 2 سي تا weut. طيب بيقول لك بعد اخير بردو نبقى نشوفه بيقول لك لا لا ده ملوش علاقة خالص احنا مش كايناتك اصلا. احنا يعتبر كايناتك عشان حصل صح? بس هو ايه بيقولك ملوهاش علاقة حتى لو هو كان بيحصل له فانت بتقول ايه? اهو بس الكلام ده هتاخده في الدايناميكس يعني. ده هيبقى ايه? وما هو دلوقتي ايه? صح? هل تتحط ده هو الكايناتك حلو? هل الكايناتك هنا هيبقى ولا صح? ده وما ينفعش تقول ان ده ده في حالة لما يكون هتبقى الكلام ده هتاخده في الدايناميكس فدي ده خالص يعني. تمام? طبعا بالمقارنة بالتلات اختيارات ايه بوسي عرفنا لشيس نمبر بي. طيب قصر نمبر 15 بيقول البادي اس بليست على رفل انكلييند بلين اه اند اتووز اباوت ايه? ايه? تو سلايد. حلو? اباوت تو سلايد بسبب الويت يبقى اللامضة اقوال سيت. طيب زين التانجنت اوف زا فريكشن انجل اللي هو تان لامضة يعني. از اقوال تو ايتش هو بيقول مين? بيقول تان الانجل اوف ركشن اللي هو مين تان لامضة اللي هو مين ميو اس اللي هو مين تان سيتا برضو عشان اللامضة هو سيتا اقوال. طيب واحدة واحدة بقى. بيقول لك اقوال الكوفيشنت اوف ركشن اه صح. بيقول لك اقوال اللي هي بتتفكي مين تان لامضة اقوال كام. اف اس على ار. يبقى ريشو بتوين اللي هو بيقول عليها دي. طب بالنسبة لتشويس نمبر سي. طب خلاص انا عرفت الغلط اللي هو عايزه ما هو بيقول لي كله صحة اكسبت واحد خلاص هو ده الغلط. تعال نشوف سي و دي صح ليه بقى برضو. بيقول لك تانجنت اوف زي انكلانيشن انجل بتوين زابلين انزا هورزونتل حلو ما هي تان سيتا يعني معنى الكلمة دي هو تان سيتا. وتان سيتا هو هو تان لامضة عشان سيتا اقوال لامضة صح برضو. ها بيقول لك ارشو بتوين الليمتين فريكشن فورس والماجنيتود بتاع النورمال راكشن اه لسه سبتنا هنا. تهم ايبقى الوحيدة الغلط اللي في الوحيدة اللي في نمبر بي وهو دي اللي هي عايزة. بيقول لبادي اوف ويت اقوال دابلي نحن بتوين يوتين اسبلس دا على راف انكلين دي بلين اه اتميكس ان انجل اوف ميجر سيتا مع الهورزونت والكوفيشن والكوفيشن والستاتيكو فريكشن بتوين زابلين ايقوال ميو حلو زي انزا تانجينشيال فورس ذات اكتز اون زبادي ان دي ميك اه الفريكشن فريكشن حلو تعالى كده ارسم قدل انكلين دي بلين بانجل كام سيتا على الهورزونت طيب ودي البادي الويت دايمان فريكشن بس انا هكتبه ايه دابليو ساين اللي هي الكمبوننت بتاعتو وهنا ايه دابليو كوزاين وفي ايه حضرتك في نورمال راكشن طيب بيقول لك فيه تانجينشيال فورس تانجينشيال فورس يعني ايه برا للانكلين دي بلين يعني تمام طيب اكتز على البادي هي فوق ولا تحت ما هممكن تبقى تانجينشيال والفوق تانجينشيال تمام طيب 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 الماجنيتيوب بتاحها اكوال كام معرفش هسميه مسلا ايه بي بس دي هتعمل ايه هتخلي الفريكشن فورس فانيشت يبقى مش هحط فريكشن فورس على رسم احسن صح يبقى البي على طول هتبقى اكوال كام دابليو ساين سيتا بس كده يبقى دات شويس نمبر ايه نمبر دي ما هو لو البي اللي هيحطها هي هي الدابليو ساين سيتا هحتاج الفريكشن فورس في ايه اصلا ما ساعتها الفريكشن فورس بزير عشان كده ما حطتهاش ولا داييركشن ولا ماجنيتيود هحط سديره ازاي تمام فيبقى بالتالي البي في حالة اكوليبرا هو يبقى البي اكوال دابليو ساين تمام بس طيب قشن نمبر ايه سفنتين بيقول في طوباديز والبلاين الاسم ميوان و ميو تو ريسبيكتفلي يعني ميوان بتاعة الدابليوان و ميو تو بتاعت الدابليو تو بيقول لك اف سيتا هي بتاعت البلان على الهوريزونتل يعني بنزودها تدريجيا واحدة واحدة تمام شو ويتشوف زا تو باضيز شود بي بلايز بلو زا ازر ان اردر تو ميك زا باضيز موف توجدر تمام واليكون فيه تنشان يعني حل? والتو باضيز يبقى ايه? بص يا سيد. انا لو حطيت باضيز واحده كده ونفس يعني خليهم كده بس مش مربوطين مثلا طيب ده W1 لي ميو 1 وده W2 لي ميو 2. انا السيتا دي قاعد اعمل لها ايه? قاعد ازودها واحدة واحدة. طيب لحد ما تيجي الفاليو معينة طبعا الميو 1 مش اكوى للميو 2 مثلا. فانا هقول ان الميو 1 اقل من ميو 2 هزود ازود 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 لحد ما تبقى ميو 1. لي. مش ميو 1 بقى هتبقى ميو 1 المضا 1 اللي هي مين? اللي هي ثاني السيتا تبقى ميو 1 اللي هي تن السيتا تبقى ميو 1 حلو كده؟ يبقى اللي تحتها هيبقى程 تموفي بس التاني لسه ليه لان ده بتاعته ميو تو والميو تو يعني اللامضة تو اكبر من لامضة وان وما دام لامضة وان قد السيتا يبقى لامضة تو اكبر من السيتا فيبقى ده اترست ونطق بس ده ايه ايه اباوت سلايد اه فيبقى مين اللي يتحط تحت الاول ان الميو اس بتاعته صغيرة ليه عشان يبقى ايه 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 لتاعت يبقى المفروض ان الميو اس بتاعته ايه اصغر طيب هل ليه علاقة مين هيتحط فوق او تحت على حسب الويت مين اكبر ويت يتحط فوق اكبر ويت هيتحط تحت لا ليها دعوة بس بالايه بالميو اس تمام يبقى الصح البودي اللي اللي هيبقى ايه اللي هو 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 اللي هيتحط ايه طب ان انا وقلت لك انا عايز اللي هيتحط فوق يبقى حلو فيبقى الصح بتاعنا هو نمبر ايه نمبر دي طيب كوستو نمبر ايتين بيقول لك الدي سي ده هوروزونت اكتب عليه كده هوروزونت ها وبيقول لك الاب ده انكلايند اه انكلايند بلين حلو بيقول لك اف ده اه اف ده بادي انزا بلين اي بي اس اباوت موف هيبقى اباوت موف بسبب الويت مهما فيش فورس بتاكت عليه هيبقى 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 هتقول لي اللي هي الان هندرد اه وان هندرد ففتي كداب لان انا باتكلم على اللي هو اللي لازم يبقى على مين على الارسم هوروزونتل طالع من البي كده اه شفت الخط الاحمر الهوروزونتل مش هيبقى برلل لان قيل ان الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تمام يبقى ده نمبر ايه. كلسنا اللي بعد كده نمبر ناينتين ده اخر واحد ده ساكن السيشن ايه عشرين واحد وعشرين. اندي اوبز تفجر ابادي افويت اكوال دابي. اليون تخلي بالك. نيوتن. اسبليز ده على رفب لين انكلين ده على هوريزونتال باي انجل كام ثيرتي. حلو. اوش تبقى عليه كده. ها. يبقى ده دابيو ساين سيرتي. وفيه نورمال راكشن. وفيه الناحية التانية من دابليو كوزاين سيرتي. طيب اكمل. بيقول لك فيه فورسة اف ماجنيتود اف اللي هو حضرتها فوق دي. تمام? بردو. ماشي. اكتس تو ميك البادي از اباوة تموف. فوق ولا تحت? فوق. مع اباوة تموف از يبقى ده المحتمل للموشن. يبقى المو اسف ار هي عكس المحتمل للموشن لانها فورس. يبقى التحت. يبقى ده ميو اسف ار. تمام? عشان المحتمل للموشن هيبقى الفوق. تمام. وبعدين بيقول لك. حلو. يبقى في الحالة دي حسب الار داش اللي هي تلعت مع الو. يبقى الاف بكام. طيب. هو في حل عادي. هتحل عادي. هتقول لي والله الاف هي عم الحج. ميو اس في ار بلاس مين دابيو ساين سيتا. حلو. طيب. تجي جنب بها كده. تقول لي ان الار دا هو النورمال راكشن. اقوال دابليو كوزين سيتا. يبقى الاف اقوال هل معك ميو اس? لا. تعال على جنب بقى وشوف المعلومة بتاعت مين الار داش دي. هو الار داش في حالة مش اقدر اقول ان هو ار في سكوير روت وان بلوس ميو اس سكويرد او ار في سك سك لامضة. طيب حلو قوي. طيب تعال واحدة واحدة. اه ممكن نعمل ايه? واقول لك والله الار دا الار داش هو مدهوني ب دابليو. طيب والار اللي هو النورمال راكشن اه انا اسم من الرسمة بطلعه ب دابليو كوزين سيتا. طب هتحط ميو اس سوري سك لامضة ولا سكوير روت. هشوف انت عايز ايه? انا عن نفسي ممكن احط سك لامضة اسهلي. طيب طيب طيمس سك لامضة طيب مش اللويت يروح مع جود. يبقى دا يعني 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 يعني예요 يعني والمضة مرة واحدة يعلم تجيب الميو اس? الميو اس ساعتها هيبقى كم تان لامضة يعني تان سيرتي يعني وهن اوفورروت سري حلو يبقى ده وهن اوفورروت سري طب والار قلنا ده دابليو في كوزين سيرتي هيبقى روض سري اوور twice w في سين سيرتي اللي هي سين سيتي ايه هيبقى هاف حلو احسب بقى الكلام ده روض سري هتروح مع روض سري هتبقى لك تحت يبقى ده بلوس هنا يعني جمع الاتنين مع بعض كده هتطلع يبقى حلو تعال بقى نشوف طريقة تانية طيب الطريقة التانية اللي انا هحل بها هخلي زي ما هي طب و زي ما هو واعمل بس مش هكتبه هعمله خط منقط كده الخط المنقط ده ماله ده على مين على البلين يعني كمان على حلو طب عايز ترسم مين انا ولا هحط الاف اس ولا هحط الو سين ولا الو كزين هحشتغل زي ما هو ومش هحط الميو اس في او ومن هعمل ايه هحط مش هو عايز تبقى يبقى حط اللي هي على مش هي الانجل ما بينها هو ما بين النورمال كان لامضة فين اللي هو الخط المنقط اللي انا عامله ده يبقى دي اللامضة طيب هنستخدم مين لامي لامز رول بيقول لك ايه بقى بيقول لك الاف اوفر سين الانجل اللقصادها مين اللقصادها اللي هي دي اول حاجة دي هتبقى ناينتي ماينس لامضة عشان دي كلها ناينتي طيب ودي ناينتي ودي سيرتي يبقى دي بكان سكستي يبقى هنا دي كده عبارة عن سكستي بلاس ناينتي مينس لامضة ايكوال ها دابليو اوفر سين الانجل اللقصادها اللي هي بتون التو فورس الثانين اللي هي اللامضة اللي هي بتون الارداش والاف يعني اللي هي اللامضة والناينتي يبقى ده كده ايه ناينتي بلاس لامضة ايكوال الار داش بس انا مش هكتبها ايه مش هو بيولي الماكتو بتاحها دابليو نيوتن يبقى دابل طب الانجل صين الانجل اللقصادها اللي هي بتون مين ومين الاف والدابليو دي كده ناينتي ودي كده كام سيرتي يبقى كام وان هندرد توينتي حلو قوي انت عايز لي ايه بقى في الحكاية دي انت عايز الاف صح؟ فواحد يجي يقول لي انا هساوي الريشو الاولانية اللي هي اف اوفر صين وان هندرد ففتي ماينوس لامضة بالاخيرة اللي هي المشكلة انك ما عاكش مين? ما عاكش اللمضة. طيب فانا المفروض هروح امسك الاتنين دول كده اساويهم ببعض الاول عشان روح اطلع طلع اللمضة. طيب مش ده يبقى هتبقى لانها يبقى انت في يبقى هتبقى عشان تقلب عشان هتبقى لمضة. طيب الو هيروح مع دابليو اعمل يبقى كوزين لمضة ايكوال ساين وان هندرد توينتي. من ساين وان هندرد توينتي اللي هو روت سري اوفر تو. تمام? يبقى اللمضة بتاعتك هتطلع بكام? بسيرتي. حلو كده? خلاص انا طلعت اللمضة. تروح بقى تساوي ايه? الاولانية. بالرشيو الاخرانية. طيب الاف تمام. طب والساين مش انت لسه نطلع دي بسيرتي. طب احسب كده سيكستي بلاس ناينتي ماينس سيرتي. اللي هي وان هندرد ففتي ماينس سيرتي. اللي هي كام? وان هندرد توينتي. اكوال دابليو اوفر ساين وان هندرد توينتي. ما انا بسويها بالرشيو التالتة الاخيرة دي. يبقى ساين وان هندرد توينتي تروح مع ساين وان هندرد توينتي فتطلع الاف على طول بكام? بالW. تمام? فيبقى كده اللي تشوي الصح بتاعنا هو نمبر ايت. وبكده خلصنا البارت الاولاني نشوفكم في البارت التاني ان شاء الله يا شباب. السلام عليكم شكرا.